السلام عليكم هل تعاني من زيادة في الوزن دون مبرر اعرف السبب يؤثر النقص التخذية بشكل كبير على ادارة الوزن من خلال التأثير على عملية التمثيل الغذائي وتنظيم الهرمونات وامستويات الطاقة والتحكم في الشهية حيث ان الحفاظ على وزن صحيح لا يقتصر فقط على حساب السعارة الحرارية بل يتعلق الامر ايضا بالحصول على العناصر الغذائية الصحيحة فمن الممكن ان يساهم نقص التخذية في زيادة الوزن بطرق مختلفة وفيما يلي بعض اوجه القصور الغذائي الشائعة التي قد تأدى الى زيادة الوزن وفقا لتقرير موقع لمحلف نقص فيتاميناد يلعب فيتاميناد دورا حاسما في عمليات التمثيل الغذائي وتنظيم الهرمونات ووفقا للجمعية الامريكية للسكرة تم ربط المستويات المنخفضة من فيتاميناد بزيادة الوزن حيث يمكن ان يؤثر على حساسية الانسولين ويعزز تراكم الدهون خاصة حول منطقة البطن نقص المغنيسيوم المغنيسيوم ضروري لأكثر من 300 تفاعل ننزيمي في الجسم ويمكن ان يؤدي نقص المغنيسيوم الى مقاومة الانسولين وقد يساهم ذلك في زيادة الوزن وصعوب فقدانه نقص احماض اومي جا ثلاثة الدهنية تعتبر احماض اومي جا ثلاثة الدهنية الموجودة في الاسماك الدهنية وبذور الكتان والجوز مهمة لصحة الدماغ والسيطرة على الالتهابات وتنظيم عملية التمثيل الغذائي ويمكن ان يؤدي نقص اومي جا ثلاثة في النظام الغذائي الى اختلال التوازن في الهرمونات المرتبطة بالشهية والشبع ما قد يؤدى الى الافراط في تناول الطعام وزيادة الوزن نقص الحديد الحديد الضروري لانتاج الهيموجلوبين الذي يحمل الاكسوجين في الدم ويمكن ان يؤدي فقر الدم الناجم عن نقص الحديد الى التعب وانخفاض النشاط البدني ما يساهم في النهاية في زيادة الوزن او صعوبة فقدان الوزن بسبب انخفاض استهلاك السعارة الحرارية نقص فيتامينات تشارك فيتامينات بما في ذلك باثنى عشر وبستة والفولات في انتاج الطاقة والتمثيل الغذائي ويمكن ان يؤدي نقص هذه الفيتامينات الى الشعور بالتعب وانخفاض مستويات الطاقة وبطء عملية التمثيل الغذائي مما يجعل من السهل زيادة الوزن ويصعب فقدانه نقص البروتين البروتين الضروري لحماية العضلات واصلاحها وكذلك لتعزيز الشبع وعدم تناول كمية كافية من البروتين يمكن ان يؤدى الى فقدان العضلات وتباطئ عملية التمثيل الغذائي وزيادة الشعور بالجوع مما قد يؤدى الى زيادة استهلاك السعارة الحراريات وزيادة الوزن وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم